تلقى سموه للعهد شيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السموه الأمير الوالد لدولة قطر الشقيقة الشيخ حمد بن خليفة الثاني عبر سموه خلاله عن بالغ تهانيه وتقديره لسموه للعهد بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد من قبل حضرة صاحب السموه أمير البلاد شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا له دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السموه أمير البلاد حفظه الله ورعاه وقد شكر سموه للعهد شيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله أخيه صاحب السموه الأمير الوالد لدولة قطر الشقيقة الشيخ حمد بن خليفة الثاني على هذه البادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب القطري الشقيق بمزيد من التقدم والرفع تحت ضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السموه الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة